ذا أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين مصر وتونس على المستوين الرسمي والشعبي فضلا عن التشابك الحضري والثقافي الممتد بين البلدين خلال لقائه نظيره التونسي قيس سعيد على هامش مشاركته بالقمة العربية بالجزائر أقد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطلع مصر إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في إطار مستدام من التكامل الاقتصادية والتعاون الاستراتيجية ودعم مصر لكافة الجهود الجارية الحفيفة لمواصلة مسيرة التنمية والإصلاح بتونس أذا قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس التونسي أكد عمق الروابط التي تجمع بين البلدين الشقيقين وحرص بلاده على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية أذلك لمصلحة الشعبين الشقيقين وكحجر أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وإعادة التوازن للمنطقة وذلك في ضوء الأهمية المحورية لمصر إقليميا ودوليا أموربا عن تطلع بلاده إلى الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في تنفيذ المشروعات التنموية والإصلاحات الاقتصادية الشاملة فضلا عن الاطلاع على الجهود المصرية الحفيفة في مكافحة الإرهاب والتطرف ترجمة نانسي قنقر